كبيرة في أعداد الأيتام في قطاع غزة يأتي يوم اليتيم لهذا العام ليضع ملحا على جروح آلاف الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم حتى ما عادت تتسع لهم دور الأيتام ولا عاد بمقدور أحد أن يفيهم حاجتهم لأسرة تحتضنهم عايشة في معهد الأمل للأيتام بشكر المعهد لأنه عمل لنا هاي الحفلة ورسالتي أنه نعيش أنه غزة تعيش زي باي العالم أوجه رسالة أنه نعيش زي الناس البرى وأنه احنا في غزة أنا أجيت اليوم علشان أوقف جنب أطفال غزة اللي ما لهم مش أب ولا أم وبقول أنه من حقهم يعيش زي باي أطفال العالم في يوم اليتيم العربي تدعت عدد من المؤسسات الأهلية التي تعنى بشؤون الأيتام لإقامة مهرجان يتضمن أنشطة متنوعة لدعم اليتيم الفلسطيني والشد على يده لإيصال رسالة محبة وتعاطف تفضي في النهاية إلى إشعاره بأن هناك الكثير ممن يمدون له يد العون فعاليات لم تخلوا من اللوحات التراثية ومن معرض لمنتجات أيتام أخرجوا ما بداخلهم عبر لوحات فنية نطلب منها سيدة الرئيس أبمازين نحن كمان نشد على أيده وإن شاء الله ربنا يوفقنا يا ربي ونقدر نقدم أقل شيء لهذه الأطفال اللي هم بالرسومات الحلوة طبعا هذه الرسومات بتعبر كتير عن مأساة هذه الأطفال بتعبر عن الاشتياق لهم عن الحنان يعني بصراحة يعني شيء محزن كتير الإنسان الناجح إذا تربي يتيم وتم تعحد رعايته وأصبح إنسان له مكان وشأن يفتح الطريق أمامه لأيتام آخرين ألا يفقدوا الأمل وزي ما بيقول لأمرتين لا شيء أجعلنا عظماء غير ألم عظيم أما بعيدا عن الصورة الحزينة لهؤلاء الأيتام تأتي التطورات السياسية لتضمد جراح المكلومين عبر استعداد السلطة لمحاكمة إسرائيل في محكمة الجناية الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين رسميا والتي ينتظر منها الفلسطينيون إنصافا لهم من احتلال حرمهم أحباءهم واستقرارهم وأمنهم على الرغم من أن يوم اليتيم لهذا العام تحمل بصمة أكثر إلاما لأطفال قطاع غزة إلا أنهم ما زالوا يثبتون حاجتهم للحياة والبحث عن الأمان منعوك القناة رؤية غزة فلسطين